طيب تعالوا نشوف. شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. تبهدله اهل اهل اهل. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل الحاجة اللي انا قلتها دي. اه شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل. العمل للناس اللي بتشتغل مسئوليات لستات البيوت طبعا مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا ازا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقيبا عايز تبح شغل تاني. تعبد خلاص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي يعني هما مش مش حاسين ان المجهودهم على قد المقابل اللي اللي بياخدوه. فعايزين عمل جديد وشكل في عمل جديد فعلا. اصعوا بس. انتو اصعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مسلا اه تاخدوا التدريب في حاجة بحس ان اتغيروا المكان بتاعكو. المسئوليات تقل عليكو شوية. اطلبوا مساعدة يا ميزان اللي شيلة تقيلة انتو مش عابفين تشروها فعلا. لان انتو شاكين مش عارف يرفع العص يم من على الارض. دي شيء اكبر منكم. حاولوا انه اه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم. اه علشان تعرفوا وتتملوا. شايفة قدامي مش هارفع الكارتة ده لان عريانين. مش عايزين مشاكل. اه الحب اه فيه ارتباط. لا الحمد لله رجع. ارتباط بالشريك او فيه حالة اختيار. الميزان بيختار شريك. اوكي? بس شكل الاختيار ده يعني هي حتى شكلها اول هكده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا. الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه? شايفة بعد. مش هيعجبك اللي انت هتشوفوا. هتمجي. للا شكرا. مرسيك. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مرتبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعرف من اوله بس برضه ممكن تنطبق على الناس اللي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده آآ قرار صائب. انت هل يزم تعمل كده. ليه? حالة من الاتنين. انا العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لكن انت تبقى عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي اضارك اكتر. والله اعلم. ده حرمة انت حببت انسحب. وانسحب. وقاعد بتفكر. بتفكر لوحدك. الحكيم ده شخص آآ بيحب يفكر لوحده. بيحبش. مش ما بيحبش بيسمع نصائح حد. بيسمع من هنا بس ما بيستجابش بيمافز اللي في دماغه فقط. آآ حببت تفكر. انت زعلان من الحاجة معينة ونغمس جوه زاتك يا ميزان. وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه? وافتكر الطرف التاني هيجي لك جرلي. بصوا اهو. انا اسف حقق عليك. اوكي? آآ يارب يمشي الموضوع زي ما انا شايفا كده. شايفا قدامي كمان نجاح. انت شغال على حاجة انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو في البيت سبت البيت الراجل اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه. اكتمال دائرة. حاس بفخر بنفسك. اي نعم احنا ما بنديش لنفسنا الكارد الده لازم نسمعه من حد. فانا هو بسمعه لك. الشقاء اللي انت فيه ده. ده نهايته او المرضود بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها ولادها. انت عاملة شغل مية مية. مية مية. تخرج نفسك. وحط ثقة في نفسك. وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة. انت تعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل. اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم. وحسوا بالفخر وايه متل اللي انت بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقدركو ويديكو التقدير ده من برد. ادوه لنا بسوك. اه في حالة اه اساس لشيء انت حاطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحاطت لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار اه ممكن يكون خطوات بالفعل. اه ممكن الحاجة تكون اي حاجة. ممكن تكون مسلا قررت انك انت مسلا هتصالي كل يوم. قررت انت هتصوم اتنين وخمس. قررت ان انت هتطلع حاجة لله. قررت انك انت هتطلع شغل جديد. قررت انك انت هتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجة انت حاطت اساسها بس لسه عايزة شغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت هتعملو ده. حيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طبعلك الميزان وانت ميزان. حيزديد التوازن عنك. صورة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. شمس طلعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. فيه ارتباط. واضح الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان فيه بعد او فيه فراء بيحصل. وانت حيب ان انت تنسحب شوية وتفكر لوحدك وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه. هيبتدي يقرب. وهيبتدي يصالحك. تمام. اه. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتديره دهرك وبتبت تفكر وتقيم العلاقة. هيحس بغلطه. هيجي ويقدم اعتذاره. وهيبتدي يصالحك ويرجعك بيه ثاني. اه. شلتك تقيلة جدا يا ميزان. الارهاق واضح واضح. واضح ما كيش. يعني انت فعلا مش قادر خلاص. الاعباء زابت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية. شكلك هتدور على عمل جديد. وبازن الله هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا. آآ باز التاني. آآ اللي بيقول لي انت مشرتك باللجة يعني آآ استخفر ربنا. وآآ والله يساعد لحك. بس كده. آآ حاطت اساس لحاجة وان شاء الله الحاجة دي حتضف لك نوايز مكويس جدا عندك يا ميزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعالن نشوف بقى الحاجة والعطفية اخبارها ايه? الصورة راحت. طب يا جماعة معليش هو الانترنت بس حصل في حاجة. ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني اللي الصورة عندي مش كويسة. آآ مانش شايفة كويس. والناس بتكتب كومنس واصلة لي كومنس عادي خالص. آآ. يا دينا ربنا يخليكي مانسب تاني منه بس لازم برضه اقوله حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام هو اخد زمن مش انا. آآ ان احد شخص لي في حياتي ممكن اعرف آآ مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش مش طروه خالص. مقدرش اقول لك. آآ مين وازاي. آآ الترو حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تتكلم اكتر. آآ زي ما انتو عارفين الترو ما بيقضيش وقت. الناس اللي بتسألني امتى ما عرفش ما بيديش وقت. آآ ما بيديش اشخاص ولا حتى آآ نظرة ده اوصفهم لك حتى. بتبقى حاجة آآ جدا. زي ما كانت صاح بشكورك يا ريان. واضحة بشكورك يا هويدة قوي. يا حبيبتي يا بنيت بنتي لأمراني. آآ كل الابراج اتقالت يا جماعة حتتعاد ان شاء الله تدقى من ديسمبر. آآ فاضل لنا برج واحد بس. وهو برج العقرب. ان شاء الله حنقوله بكرة او بعده بالكتير. تي حقيقي فعلا حصل معايا ودورت على شغل كتير. تعيد يا روء استمري. استمتي دوري. او حاولي تاختي حاجة تمرين في حاجة بحيث ان كالتي آآ تتراقي مسلا. تبتدي الشغل المتكاتل عليك ده يتدي يقل شوية. حبيبت يا كريس. يا روحي بشكرك. آآ بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت عدد. يا ربنا يخليك يا دينا. فانا والله يكلم افسحت بتعياتي. ليه نرهان ده رايتكو حلوة قوي. قامة. ازيك يا اما اما كمان دي صدقتي. ازيك يا راح قلبي. بوسى طاوع عن ليكي. بشكرك يا دواق قوي قوي قوي. احكيلك عن الحوت روان انا حكيت عدد الحوت الشهر ده. حبيبت يا ولاق بشكرك قوي. اا اا اتكلمت عن الحوت الفيديو مسجد موجود في الصفحة. ادخل شو فيه. كانت قرية برضو متميزة جدا تاعت الحوت. آآ طيب يلا نشوف الحالة العطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان عطفي شوية على فكرة. الميزان عطفي. الله يا استيدي. حلوة قوي قوي طيب. الميزان. آآ كوين اف كوبس. ابتدى يقيم العلاقة بعقله. ده آآ منحي العطفة خالص. او حاسس انه مش وقتها. دلوقتي انه هو يقيم العلاقة بعواطف خالص. منحي العواطف وبيفكر بعقله. وقاعد واخد حذره جدا جدا. آآ. نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلها. بس عايز ضمنك يا ياميزان العلاقة فعلا قوية. ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية آآ تغيير او اي حاجة من الحداد دي. آآ. لكن هي فعلا قوية. شايف شركك ازاي? انا شايفانه هو يمكن سنبي شوية يعني قاعد ما بيعملش حاجة. آآ انت بتعمل كل حاجة شايف ان انت شاي مسئولية اكتر منه. انت بتدي اكتر منه. وهو مش حاسة نيها سلبية. بس عايز اقول انه مش مدي نفس الحاجة. مش مدي لك الميزان. ميزانك مش مزبوط. وانت كل حاجة عندك بميزان. الميزان عندك مبوزهولك. مش مدي لك اللي انت محتاجه. آآ. فيه بقى هو عايز ايه? شريكك عايز ايه? هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه? يعني هو بصص على كرة كده اعمله ايه? انا مش عارف اعمله ايه? هو مش فاهم. نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك يعني ايش يروضك بصه اهدي حبيبي ايه ده انا كويس والله انا معاك انا بس مش عارف اعمل لك دي لك اللي انت عايزه بس انا بحبك انا ومش عايزة بعد عنك ونفسه يعمل لك كل اللي انت عايزه بس اه فهم يعمل ايه? تمام? شايفك بتتغير? بتتحول? بصوا هب تغير خالص عليه متغير عليه. آآ والله يا ميزان شايف انه ما بيش داعي خالص. الطاقة ما بينكم بصوا الجمال. انا شديد كارتين عشان اتأكد. بصوا الكارت الاصفر منور ازاي. وده آآ بيدل على الفرص. انتوا وعلاقتكم مليونة فرص. يعني كل لما تحصل لانكم مشكلة بتدوا بعض فرص. والحياة بتديكم فرص. آآ وكمان معافاء. معافاء وآآ صحوة. لو كانت العلاقة دخلت في حالة ركود مسلا. بتديدوا مسلا تميلوا. وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حتة. ففي معافاء فيه صحوة كده هتحصل ان شاء الله. بصوا ده اللي بيأكد لان كارت كمان نأكد للمعلوماتك. اولي حاجة هنا في عطاء ده. هنبتدي نبدي شوية. في عطاء. افتكر العطاء ده هيبتدي يبني الشريك لو قراءة المجموعة اللي حلل عامة انطبقت فعلا وانت بديت لشريكة بالظهر. وهيبتدي هو يجري ورقك. وهيبتدي هو يصالحك. هيبتدي قدن حاجات. اهو. بصوا. هيبدي يبدي لك حاجات. مرسية عمر جدا. وهنا. حب مشاعر جديدة. هتبتدي تدخل جويك. وابتكر انت هتستجيب يا نيزان بسرعة جدا. للتغير ده. وللمبادرة اللي عيعمالها الشريكة. وهتبقى فرحام بيها جدا. وزي ما تقولوا حبكو حتولد من جديد. كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة. وبتحبوا بعض الاول مرة. وحاجة في منتهي الجنال. الناس المستنينين اطفال. ده كمان كرت الاطفال. ممكن ان شاء الله يحصل اه حمد الشهر ده. وهيدي تاني. وهيبدل هيستمر الشريك في انه هو يديلك اكتر. وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان. وعلاقاتكو زي ما قلتلكم. اه. ايفني ايه يا ابن انا عايز استلف ولا عايز حاجة ايه بقى لانيه? اه فيها فرص كتير كتير مليانة فرصة. العلاقة حلوة قوية ميزان. والصراحة شريك الميزان لازم يكون اه يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ? انه هو مع ميزان. الصورة فيها حاجة فعلا? ولا كده ازبط اه ده هي الكاميرا ما كاتش نضيفه اوكي. اه الكومنتات رحت فين? الكومنتات رحت فين? حد يكتب كده يا جماعة? طيب ايه ده? ايه بعديني? اوكي. الكومنتات واقفة. حد يكتب كده? هو الانترنت شغيل كويسة هو ما اللي ايه اللي حصل? طيب انا هكمل قرية. ان شاء الله هي هترجع لوحدها. صحيحة ده معنا انش شايفة كومنتاتكو خالص. ولا او راشد حد بيز يقولي الصورة حلوة وكله تمام. طيب انا مش شايفة كومنتات ليه لولو. انش شايفة? مش شايفة كومنتات خالص. سويني كده? انا هكتب اي حاجة ده انا هكتب اي حاجة ده Just